بإذن الله النهاردة هنتكلم على آخر فيديوهات في الاسبيشل سانس وهتقسمها الفيديوهات المنفصلة الفيديو الأول فيهه فيشوال باسوار كل اللي انا هاشرحه هتكلم على الجزء الخاص للعمل بس لازم نغص على الرسمة مع بع هنتخيل ان ده الايبول بتاعنا وده ايبول تاني طبعا ده الرايت وده الليفت الايبول من فوق فيه الكونية من القبة دي اللي بنرسمها مع بعض ومن تحت الاسيتها مفتوحة من ده المكان اللي هيخرج منه الابتك نيرد كلنا عافين ان الابتك نيرد كان بيطلع من الجانجلين سال ليه اللي بيحصل ان انا هاوصل الاثنين ايبول ببعض وهجب اعمل خوص كده وادي ناحية دي والناحية التانية بكمل الرسيل الفكرة من ده البساطة الابتك نيرد يتكون من نوعين من الفايروس الاولاني اهو اعملوا بالخط بقسه بالتخينه اللي هو ده وهلاقي ان ده بيكون نازل وعادل اسمه نازل فيروس لان المعروف ان النوز موجودة في الحاجة دي طبعا يبقى اي فيبر بيعدي جمبها ده نازل طيب وهاعمل الفاير التاني مناطق. ده المناطق ده هيكون جنب تامبورالا بون. فحط عليه سهل وهسنيه تامبورالا فايبوس. دي الفكرة ببساطة. قبل ما ليه نكمل لازم اقول كاسحية. ليه عملت كراسين توزا اوزا سايد. لانها قريبة من بتاعها. ما دي النقطة الاول. طب هي بتعمل للناحية التانية. علشان تمشي مع الخط المناقب ده ان هو التانبورال فايبوس. يعني انت اصدق النيزة سايد التانبورال هيعملولي حاجة اسمها اوتيك تراكتر. ده المصار بتاع الاوبتيك نيرف. واتفقنا زمان في الايت رفلاكس او ان انا عندي تلات حاجات لازم يبقالوا في اي فيشوال مصويل. البداية هي اوبتيك نيرف ثم مرة في الممرة ده حسميه اوبتيك كيازمة اللي هو بفوق وعملولي اوبتيك تراكتر. طب ضبط قبل ما اتكمل لكلامك عندنا سؤالي. النزة العدلة من ناحية التانية ومشي مع بتاع القصر قريب. برضو ليه? لاني انا عاوزه يوصله الى الكورتيكس كصورة واحدة. انا عايز اعمل حاجة اسمها فيوجل التحام الصورة. والكلام ده هنقوله في فيديو اسمه باي ناكير فيجين. حيب. يبقى نربك يا اسمك راكتر. وبعد كده عايز تروصل الى ايه? عايز اروصل الى الحلقة دي. بصوا بقى قبل ما اقول الحلقة دي. تمثل ايه? هاكي من عند وتوضع منه اربع اسمه. ايه هي بصير? يعني ايه? نفترض ان انت عايز تقرأ دلوقتي. يبقى لازم يعد للاتران جينيكيوليت باطي. يبقى ايزا الدايلة دي هو اللاتران جينيكيوليت باطي ولا بتاع اللي بيمقل للكورتيكس. طيب دي اول ما مرة. طيب عشان اقرأ انا محتاج سوبيريور كوليكوليس. يفتكروا فيديو كان الساندر وده بنبود في الميت بريم. طيب نفترض ان انا جبت طورش بتاع لايت زي السكشن واجبته من الجنب لعديك. علشان تدي الساندر كان اسمه. بريم تحت النيوكليس. يبقى ايزا ده مير وده لايت ريفلاكس. كده احنا معاه طلو الرابعة. الرابعة جميلة قوي في الهايال فانكشنز. انت مين اللي يعرفك. ان دلوقتي صبح او ليلي. العين. العين. العين بتبعت سيجنل للهايكو صالبس. الاوبتيك ترات ده يبعت لمكان اسمه. سوبرا في اسماتك نيوكليس. اف زهايكو صالبس. ده المسؤول عن طورة الليل والمهارة. دي لايت او تارك لايت سايكل. يبقى كأن الاوبتيك ترات الموزع. ديستريبيوتر. انا بوسع الباسويل على حسب النتيجة اللي انا عاوز. طيب. نيجي عند اللاترة الجينيكيوليت بطي. اللي عزل العينين وشمال. عايزين نتكلم عليها. ده كثرة الادات اني قالوا ان اللاترة الجينيكيوليت ده ست طبقات. وهنا عاوز اقف سنة. وفكر بست طبقات بتوع السبينال كورت. والست طبقات بتوع السنسوري كورتكس. فكرين اس وان. يعني اتا عايز تقول ان ربنا منصم سيكس لييرز موجودة. سبينال كورت. موجودة في صناص. موجودة في سنسوري كورتكس. دكتور انسى السنساشن. كلامنا عن الفجر. الست طبقات دول. ايه مزيتهم? اقول لكما متقسلين. الطبقة الاولة والتانية مع بعض. والطبقة التالدة. والرابعة والخمسة والستة مع بعض. يعني ايه شاملين. فكرين ده اللي جيت شارعت الجانجيليمسل. قلت بالجانجيليمسل دي هي الطبقة رقم تمانية في الرتن. اللي قلنا الرتن عشرة طبقات. وقلنا من اوتر لقيلة. بدأت من بره بالبيج من دينية. ثم بالطبقات المختلفة. الطبقة التامة جانجيليمسل. طب هو بعدين? قلت ان الجانجيليمسل فيها نوعين من الخلايا. هفكرني. بارفو سلم. وقلت البارفو اللي تحس بالحاجة السابتة. شيء سابت. بشوفه يبقى انا بحسه بالبارفو. ايدي يا سابتة? ما بتتحركش. يبقى انت شفتها? بالبارفو سلم او زجانجيليمسل. ليه? الحلم. البارفو سلم موجودة فين? عرسها. تعلمنا تخيل ان هنا ادي البارفو. طب ليه قلت هنا? يا جماعة ما وده الاوبتيك مر. واتفقنا من الاثنين خارجين من الجانجيليمسل. فالبارفو عمل ايه? اما راح باعت الاشارة ها? نيزل وتمبرل وقصة اللي انتوا عرفينها. ووصلنا الى الاوبتيك ومنها الى يبقى كأن فيه طباطين في بتستقبل الاشارة اللي جايلها من فوق من البارفو سلم. طيب اتلأ الاربع طبقات اللي باقيين في يستقبلوا الاشارة اللي جايلها من الماجنو سلم. وهنا الماجنو بحرف الان مسؤولة عن الموذمنت اوف ابجيكت. اه بيتحرق وصد عيني. حاجة بتتحرك. يبقى لازم اتقلها لمكان في الصمس يحس بيها. ويبعتها لمكان في الكورديكس. في نظام عبطيب من ربنا. فده في الشوق. يبقى كده عرفت ان لاتران جينيكيوليت صرت طباط وقسم طب. وانا لدي طب. وايه من ثلاثة واربعة وخمسة وستة. الكلام ده احنا ما بنتفكش عليه قوي بالنسبة لطالب سنة كله. سليم عنومة قوي سويه. طب ايه بقى تكملت كلامك? تكملت كلامي ان احنا عايزين نكمل بقى. نكمل لفيني. لو انا بتتكلم على نير فيجل. لده كان بيبعت. لمكان في الكورديكس. اسمه ايه يا? سبعتاشر. دلانا دلوقتي بتكلم عليه. في جوال كورديكس. طب ايه السهل اللي نازل لك? السهل ده اسمه. وده مهمة قوي. طبعا بيبقاش كده يبقى زيك شاعة اشترس. ولو تردع للموضل سناني. كان بيعدي على كارسون. قلنا يا سنان وصل لاليا سبعتاشر. طب عشان الكلام يقضوا بصف. عشان نتكلم على في الكورديكس. قلني اول مكانها. وبعد كده اقول الارجامنزيشن بتاعها. ده مهم جدا. وبعد كده اقولي وزفاتك. يبقى انا همشي بالنظام ده. اريا سبعتاشر في الانات المنبودة عند الكالكراين في شكل. عالميديال سيرفيس او اكسيبيتال كوركس. انا عايز اتاكد ان انتو عارفين انها ميديال سيرفيس او اكسيبيتال. كلنا عارفين ان ملاحظ الرؤية موجودة وراء اكسيبيتال. دي معروفة قصة دي. طب ليه ميديال سيرفيس ربنا خليها لجول. يبقى ده ايه يا سبعتاشر ومكان. طب يعني ايه انتو من اللي هتقوله مشانا. احنا لسه نكتفقين ان انا عندي ست طبقات. طبعا لو انتو عايزيني الكلام بالزبط. الست طبقات دول بيكونوا منعبط. يعني دي طبقات قولة. لغاية الطبقة والست طبقات دول. بقوبية تريدد بعوانيت او كولنز. يعني كولنز تختارق السيكس لييرز دول. طيب احنا اتفقنا في الترمي الاول في السنسويق. ان في خريقة في ايب يرباع. بتحط كل كذب بسمك. حسب اهميتك. الهاند كبيرة يا قوي. ولا الترانب صغير قوي. طب انت ايه يا سبعتاشر؟ ايه الخريطة بتاعتك؟ قالي الماكولة عندي هتبقى ببريزنتنت بوستيريو. والبريفة افزالتنا هيبقى في الخريطة بالنسباني انتيريو. ايه ده؟ زيب الزبط لما كانت في الرجنة. فاكريني الماكولة بيوتير قلنا دي فيها غفية سنتراليس. ودي احسن مكان بتشوف فيه. يبقى ايه البرزنتيشن افزالتنا the same في اريا سبعتاشر. يبقى دي اول فكرة في الورجانيزيشن او التنزيم. بصوا بقى العظمة بتاع ترمبلو. السبط طبقات اللي انت بتتكلم عليه. هل كلهم بتخصص واحد؟ ايه احنا هنشوف انا معاك. لا فيه اختلاف يعني ايه? لو انا جبت خط سابت. حاجة سابقة زي انا ده. سابت وصاب عيني. ما بيتحركش. اريا سبعتاشر هتستقبلو بسل معينة. عشان جده قالو. اريا سبعتاشر فيها ثلاث انواع من الخلية. او الخلية اسمها سيمبل سالة. السيمبل سالة تشوف خط سالة في مستوى واحد. يعني حاجة سابقة. ما بتتغيرهش. طب انا لو عايز الخط ان انا بشوفه ده يده بيتحرك. يعني انا مسلا اجيب قلم واعمل كده. افضل احركه قدام عينك. بتحرك في بلين واحد. لو هذا بتتحرك اشوفها بكمبلكس سلم. جوه ايه يا سبعتاشر? طيب لو هذا بتتحرك كده وكده تتحرك افقي ورقسي. في كزا لين? اشوفها بسل اسمها هايبر كومبلكس سلم. جماعة الكادم ده بكون ده الامية. يعني ايه يا سبعتاشر بين الاخر فيها ثلاث انواع من الخلية. سيمبل وكمبلكس ده مش بس كده. شايفين الكولم زيه? في قلنا بتختارك بيختارك على ست طبقات. ايه رأيكم? الكولم التاني اللي انا عزل له. مميز في ايه? يستقبل الالوان. وسمله السلز اللي بتستقبل الالوان لبس. ودي هتقولها في فيديو لوحدها. هادي اشرح كولر فيجل. هقول لك التجايف لون معين. تقول لي اه ده اللي شافه الكولز. هنقول الكلام ده. وكل التجايف هو التكنير. كايازم. رادياشنز. اريا سبعتاشر. اقول لك فين في اريا سبعتاشر اللي شاف اللون. تقول لي العمود التاني. اللي فيه اللي فيه ربنا عظيمة عصمة ما حصلتش. ايه التحصص والابداع ده? فكرة مش بيش والبسويد? وشيه انت اللي انت عاوز? لأ. كل حالة بحدة. طب احنا كده قلني ايه ده يا سبعتاشر? اسمها ايه اريا سبعتاشر الاخر. اسمها. كلمة كلمة يعني اول. اريا سبعتاشر تقول لك انت شايف. طب انا شايف ايه? تقول لك معرفش. عامل زي في السنسور. انا شاهل احساس. طب ايه هو? معرفش. محتاج واحد يديني مين? يلقى فايدة اريا سبعتاشر فشا فقط. لكن انا محتاج ترجمة ومحتاج تفسير. سموا اريا سبعتاشر اسم اخر ده كاترة الهيستورجي. قالوا احنا هنسميها ستراييت كورتيكس. وده مهم جدا على رجل. مخاطط. ستراييت. طب ده البداية ايه يا سبعتاشر. طب ايه الفانكشن? غير ان هو مجرد يشوفه. فاكرين لما قلت اني بتاعت العين دي مع التامبرال. نزل مع التامبرال بتاع عيني بتانية. علشان يعملوني حاجة اسمها فيوشن. دكتور يعنيه كلمة فيوشن. هسألك سبعت. انت شايف الانا مصادعي. اني خاطت ماركره. الماركر ده انا شايفه بعيني اليميني. وشايفه بعيني الشمال. ايه ما حصلت? النيزر فيبر بتاعت عيني اليميني. مثلا عمل الترص مع التامبر بتاعت عيني الشمال. قالت لها لازم في النهاية الكوديكس يترجم ان الصورة دي قدامه بتاع حاجة واحدة. فيوشن يعني امتحان الصورة. ما ينفعش اشوف الحاجة اتنين. يحصل لك زرلة. مين اللي يخليك عندك الميزة دي. اريا سبعتاشر. اريا تامية تمنتاشر وتسعتاشر. قالت انا بقى لازم تعرفوا. سايت وفنشن. ملاش ارجانيزيشن. ده كانت فين? ده كاترت الادات الميزة في لوها قوي. قالوا اريا تمنتاشر قدام سبعتاشر. والسعتاشر قدام طمانتاشر. يعني من الاخر. كل واحدة قدام واحدة. ده نقطة مهمة. طب نسميهم ايه على بعض? يعني جنب المخطة. يعني ده جنبك يا سبعتاشر انا فيك. ده الاسم يستونش. هانفي اسم تاني. اسم الجميل بقى. ساكندري. فيشوال اري. او فيشوال اسوشياشة اري. ده اللي يقول لك اللي انت شايفه معنى ايه? ده قلم ده كتاب ايه ده? ده مهم جدا يكون الكلام ده موجود. واخدته الكلام ده فيه فيه المهم. ايه فائد التمنتاشر والسعتاشر? تلت فوائد اساسين. وعشان احفزهم لك هقولها لك بشكل لزيز اول. تخيل ان فيه اسد بيقرب منك. اسد خرج من الافص مثلا وبيقرب منك. اول حاجة ايه ده? الاسد بيقرب. وانت خالف. يبقى لازم بعمل. دي تاكشن. دي تاكت التحقق من الابجيكت اللي بيقرب. مش لازم اسد. واردك بيقرب. ايه بيقرب. عمالة قاعدة في البيت غرض. ايا انت ايه. الاول ايه? دي تاكت. او ده ماما جاي. راحة من ايه? حتة جميلة في فيشوال. كل ما الابجيكت يقرب من عينك كل ما صرته عندك تجبر. في حاجة اسمها ديبس بيرسابشن. ودي انا اقولها بعد جدا في فيديو. معناه ايه دبس بيرسابشن? الجسم اللي قريب يجبر. اما الجسم البعيد صرته تصغر في عينك. دي حاجة مهم قاوي. يبقى دي دون اتنين. دي دات وديبس. بابا صرته كبرت في عينك. ليه فكرة احترام? ما هو جايه وحيرضي. رقم تلاتة. طب الابجيكت اده بنبقى رفع ليه. انت بتستفيد ايه? عشان تتصرف. عشان دي تجري منه. يبقى انا اسمها مش معناها ترجمة. معناها التصرف. يبقى مينفعش اقول وحده قبل التالي. انا كده بضيرة في الترانزيم بتاعي تمنتاشر واسمعتاشر. الاضافة اللي دول بيبقى فيه شوال ودي مهمة. يديك معنى الحاجة اللي شفتها. ده مش بس كده. ده تمنتاشر واسمعتاشر اقول لك. انا لما اجي اشوف القلم ده واقولي القلم. لازم احدد هو فين? في الفضاء بتاعي. هو فين? where is the object? فتسنت في الكتب المحترمة visual orientation. orient? انت فين يا object بالنسبالي? قدامي ورايا انت فين? انا شفتك ازاي? دي مهمة جداً عشان ورايا ساموها association. بضربط الاحداث ببعض. الشيء اللي بتشوفه بالسررامن دي بدعا. يبقى في نهاية الفيديو ده اتكلمنا ان الابتك نير في two fibers. نازل عمل التراص مشي معنا. temperal fibers of the opposite side. مشوا في الكياسنا. كونوا لي سنكتهم واحدة من اربعة. ولو راح للابتك الجينيكولير دفعنا تأثيراتهم. عندي سبعتاشر. كلمت في ثلاث دقاء. وفانشن. والاريا تمنتاشر. ونتسع تاشر. انكلمت على وفانشن.